في هذه الأثناء هناك سيارات إسعاف تابعة لنجمة داود الحمراء في طريقها من منطقة غوش عطسيون إلى مستوطنة كرمتسور شمالي مدينة الخليل الحديث عن حدثين منفصلين الأول في منطقة غوش عطسيون الحديث عن انفجار مركبة وهذا الانفجار أدى إلى إصابة إسرائيليين بعد ذلك سمعت صفرات الانذار في مناطق قريبة من الخليل وتحديدا في مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت أمر وجيش الاحتلال الإسرائيلي قال وصل أحد الفلسطينيين وقام بدهس حارس الأمن وبعد ذلك أطلق النار والحديث يدور عن إصابتين أيضا إذن أربع إصابات وهناك عملية فحص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات حول إذا ما كانت هناك علاقة بين الحدثين في منطقة الخليل تحديدا عند مستوطنة غوش عطسيون سمع دوي انفجار كبير في المنطقة وبعد ذلك سمع دوي انفجار ثاني وبعدها سمع دوي انفجار ثالث ولكن على فترات أي أن الانفجارات لم تكن في نفس الوقت وإنما قرابة خمسة عشرة دقيقة بين أول انفجار وثالث انفجار في منطقة غوش عطسيون وتحديدا الآن التركيز على مستوطنة كرم تسور حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بشكل رسمي الآن عن وصول أحد الفلسطينيين إلى المنطقة واستهدا في حارس الأمن بعد ذلك تمكن من الدخول على ما يبدو إلى المستوطنة وبعدها مباشرة أطلق النار ولكن يقال بأنه تم تحييده حقيقة المعلومات متضاربة حتى هذه اللحظة كثيرة هي المعلومات التي تأتينا من منطقة الخليل والحديث هنا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيانات الرسمية التي أرسلها بلاغ أولي عن مشتبه به قام بإطلاق النار في كرم تسور وتم تحييده الحدث مازال مستمرا طلب من المستوطنين المتطرفين أن يلتزموا منازلهم خشية تسلل أحد الفلسطينيين أو أن يكون هناك منفذ آخر حسب حديث جيش الاحتلال إذن هي عملية ينفذها في الاسطيني داخل المستوطنة رائد يقتحم مستوطنة كرم ستور وينفذ أيضا هذه العملية في هذا الوقت بالتزامن مع تفجير السيارة والذي أسفر عن هذا التفجير أربع إصابات رائد لكن غير معروف إذا كانت هناك علاقة بين الحدثين في منطقة غوش عطسيون وهي أيضا شمال الخليل وهي منطقة واقعة لكي تتضح الصورة مجمع غوش عطسيون هو أكبر وأضخم تجمع استيطاني في الضفة الغربية وهو مقام على أراضي الخليل وبيت لحم وكذلك الجزء من مدينة القدس المحتلة مستوطنة كرم تسور مقام شمال الخليل وتحديدا على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت أمر كان هناك حديث من قبل مركز والتحديث أمني في المستوطنات قال في هذا التحديث وفي البيان بأنه قبل وقت قصير وصل أحد الفلسطينيين إلى بوابة مستوطنة كرم تسور القريبة من غوش عطسيون ودهس حارس الأمن ودخل إلى المستوطنة وأطلق النار بما أدى إلى إصابتين في المكان وتم تحييد الفلسطيني بأعقاب الحادث تم تفعيل صفرات الإنذار في المستوطنة وطلب من السكان أن يكونوا في مكانهم على أي حال الأخبار متلاحقة ونحن نتابع بيانات جيش الاحتلال الإسرائي وإذا ما صدر شيء عن نجمة داود الحمراء كما ذكرت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان تحدثوا قبل قليل مع شهود عيان في منطقة الخليل تم إغلاق المنطقة بأكملها وتحديدا مفترق غوش عطسيون الذي يعرف بمفترق الموت عند الفلسطينيين حيث يتم إطلاق النار عليهم بشكل دائم وهذا أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين كتائب القسام في بيان مقتضب كانت قد نشرته قبل أيام في غضون العملية العسكرية التي تنفذ في شمال الضفة الغربية قالت في هذا البيان وهذا الصدر قبل يومين في ظل وجود جيش الاحتلال الإسرائي وتنفيذ العملية في شمال الضفة الغربية فإن رد كتائب القسام سيأتي من جنوب الضفة الغربية ووسطها وكانت كتائب القسام قد نشرت بيان قبل حوالي أسبوعين قالت فيه إن بعد تبنيها طبعا لعمليتي إطلاق نار قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وقرب مستوطنة كريات أربع قالت بشكل واضح انتظروا العمليات من جنوب الضفة الغربية في الأيام المقبلة هذا يدعون للحديث حول إذا ما كانت فعلا المقاومة الفلسطينية قد نفذت هذه العملية شمال الخليل وهل هناك علاقة ما بين ما أعلنت عنه كتائب القسام وكذلك الحدث الذي يجري في المحافظة حاليا وتحديدا شمالي المدينة هم يتخوفون من 7 أكتوبر جديد في الضفة الغربية حازم بشكل عام المخابرات الإسرائيلية أجهزة الاستخبارات كل المنظومة الأمنية الإسرائيلية يتحدثون عن جبهات عدة تواجهها إسرائيل نقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة